بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة في بداية هذا اللقاء من سلسلة العلم اللدني أود أن أترحم على كل من مات في حرب غزة وغيرها من المسلمين الذين لا ذنب لهم إلا أن قالوا لا إله إلا الله وهذه أيها الأحبة حرب على الإسلام قديمة جدا هذا جزء من هذه السلسلة الممتدة في صراع طويل بين الحق والباطل السؤال الذي أود أن أجيب عنه اليوم وهو مهم جدا هذا السؤال قاد البعض للإلحاد عندما رأى الظلم يملأ الأرض عندما يرى طفلا بريئا لم يرى شيئا من الدنيا تأتيه قذيفة أو يهدم بيته من فوقه فيفقد حياته بلا ثمن وبلا قيمة وبكل استهتار بأرواح البشر البعض يتساءل هل الله يرضى الظلم؟ حاشا لله طبعا طب لماذا رضي بهذا المصير لهذا الطفل أو لهذا الشاب أو هذه المرأة الأم المرضى أو لهذا الشيخ العجوز الذي لا ذنب له الحقيقة أيها الأحبة في دائرة العلم من لدني نجد إجابات تزيدنا إيمانا إياك أخي الحبيب ثم إياك أن تعتقد أن عملية الموت تابعة لهذه القذيفة أو لهذا الفيروس أو لهذا الوباء يعني لو أن هذا الفيروس لم يهجم على هذا الإنسان مثل فيروس كورونا لما مات أو هذه القذيفة لو انحرفت عدة أمتار لما مات لا الله سبحانه وتعالى لا يأخذ تعليماته من البشر الله عز وجل كتب حياة البشر فقال نحن قدرنا بينكم الموت ما معنى هذه الآية أي أن كل إنسان مقدر له عملية الموت متى وأين وكيف ولا يظن أحدكم أن إنسانا مات في هذه الحرب أو في غيرها من الكوارث في زلزال المغرب أو تركيا أو في طوفان ليبيا أو غيرها من الكوارث إياك أن تظن أن هذا الإنسان مات عبثا من دون حكمة لا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله الله هو الذي يعطي الإذن أولا البشر ينفذون فقط مشيئة الله والإنسان سيموت لأن الله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت سوف تذوق الموت ولكن إنسان يموت غريقا إنسان يموت في حريق إنسان يموت على فراشه خذ مثال سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه الذي لقبه النبي بسيف الله المسلول كيف مات خاض معارك خرافية يعني لا لا يدخل فيها رجل عقل معارك مع الروم ومع الفرس ومع أناس أشداء وأضعاف مضاعف من السلاح والعتاد والقوة والرجال خاض هذه المعارك وانتصر فيها جميعا على الرغم من ذلك احتمال الموت كم كان مئة بالمئة لو أردنا أن نحصبها عقليا ولكنه مات على فراشه وهذا له حكمة يعني أنا قرأت ذات مرة حكمة أعجبتني أن سيف الله لم يمت في معركة لكي لا يقال كسر سيف الله أو فلان قتل سيف الله فمات على فراشه هذا له حكمة وبالتالي خالد بن الوليد يجب أن يموت على فراشه على الرغم من كل المخاطر المحيطة به ولكن هذا الطفل الذي مات في هذه الحرب أو غيرها لأن العالم الإسلامي قامت فيه حروب كثيرة وتقوم منذ مئات سنين وكثير من الأبرياء يموتون كل إنسان يموت يموت بمقدار وكل واحد له حكمة لأن الله لا يسير الكون عبثا قدر لكل نفس العمر الذي ستعيشه قبل أن يخلقه منذ أن كنت جنينا عمرك 42 يوما في بطن أمك يعني 6 أسابيع أرسل الله ملكا فكتب عمرك كتبه وبالتالي هذا الطفل الذي مات مكتوب عمره يجب أن نؤمن بهذه الحقيقة اليقينية وإلا سندخل في باب الهم والغم واليأس والاكتئاب والإلحد طيب إذا أحب الله عبدا ابتلا أليس هذا حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلا طيب البلاء قد يكون في مرض قد يكون في ضيق رزق قد يكون في زوجة سيئة قد يكون في ولد عاق قد يكون في نقص الأنفس أن هذه النفس التي هي ابنك أو ابنتك أخذها الله أو توفاها الله وبالتالي هذا نوع من البلاء وهذا كلام القرآن ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات نقص الأنفس ومشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إذن هذه الآية هنا أمرت كل مؤمن أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وأن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى فإذا أردت أن تتعمق أكثر انظر إلى قصة الخضر المليئة بالحكم أن هذا الغلام الذي قتل أهل القرية الذي قتله الخضر بيده قتل نفسا زكية بغير نفس هذا ما ظهر للناس وهذا ما قاله سيدنا موسى واستنكره لقد جئت شيئا نكرم الناس في القرية ماذا قالوا أيها الأحبة بعد أن سمعوا بهذه الحادثة الناس قالوا هناك إنسان اعتدى لا يعلمون اعتدى على هذا الغلام البري فقتله وحزنوا على الغلام إلى آخره طيب هناك حكمة عظيمة أرادها الله ثم إن الله عندما ضرب لنا هذه القصة أو قصة علينا هذه القصة ليس للمتعة أخي الحبيب ليس للتسلية الله لم ينزل القرآن ليمتعك أو يسلك أو يعطيك معلومات تاريخية لا هذه القصة جزء من حياتك تريد أن تعلمنا إذا فقدت ابنك يجب أن تعلم أن هناك حكمة نحن يمكن أن نفكر ولكن لا نستطيع أن نصل إلى الحكمة إلا إذا اقتنعنا أن هناك حكمة كخطوة أولى يعني تقتنع أن هناك حكمة أولا الثانية أن تبدأ تفكر ما هذه الحكمة ويجب أن تعلم أن الخير في هذا الأمر مع أنه أمر ظاهره شر يعني لا أحد يحب أن يفقد ابنه ولكن عندما يبتلى بذلك يجب أن يرضى بقضاء الله يصبر يحتسب عند الله سبحانه وتعالى يقول حسبي الله ونعم الوكيل إن لله وإن إليه راجعون لأن هذا الغلام الذي فقدته أخي الحبيب هذه مواساة لكل من فقد ابنا أو أخا أو عزيزا هذا بلاء يعني أنت لن تموت ستموت لنفرض أنك عاشت مئة سنة النتيجة ستموت ولكن هذه الصدمة أو المصيبة التي تلقيتها هي اختبار لقوة إيمانك وتسليمك هل أنت تعتقد أن هذه النفس ماتت بإذن الله أم بإذن من قتل طبعا الذي قتل معتدي وجزاؤه جهنم خالدا فيها كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا وغضب الله عليه ولعنه يعني عقوبة عظيمة جدا ولكن بنفس الوقت يجب أن تعتقد أن هذا بلاء الله ابتلاك به لمصلحتك لأن الله لا يريد لنا إلا الخير عندما يمرض إنسان مرضا عظيما جدا ويتألم كثيرا يجب أن يعلم أن الله يريد أن يرفع منزلته عنده يوم القيامة النبي محمد عليه الصلاة والسلام مر بكل الابتلاءات بما فيها فقد الولد فقد ابنه إبراهيم بما فيها التهم بزوجته عائشة رضي الله عنها عند حادثة الإفك بما فيها قالوا عنه مجنون وقالوا عنه ساحر واتهموه في نسبه واتهموه في عقله وقالوا ساحر أو مجنون لم يتركوا تهمة إلا وجهوا لهذا النبي الكريم ولكنه صبر هل شك عباد الله لعباد الله لا هل شك أمر الله لعباده لا كان يصبر سيدنا يوسف عليه السلام خاض ابتلاءات كثيرة في السجن ومع امرأة العزيز وغير ذلك وفي الجب في نهاية القصة عندما جاء إخوته ورأوه على عرش الملك قالوا تالله لقد آثرك الله علينا فضلك الله علينا وإن كنا لخاطئين اعترفوا بخطئهم ماذا قال لهم هذه الكلمات تصلح قانون إلهي أخي الحبيب قانون هو قانون إلهي تسير عليه تضعه خطة في حياتك قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين من يتقي ويصبر التقوى أولا ثم الصبر أن تتقي لا تخاف من الله ترضى بقضاء الله تستيقن بقدرة الله وبعدل الله وتثق بالله أنه يريد لك الخير هذه التقوى ثم تصبر على ما ابتلاك الله به فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إذن هذا هو الإحسان وهو من أعلى الدرجات لاحظت أخي الحبيب إذن القاعدة الأولى أن كل ما أصابك لم يكن ليخطئك طيب الإنسان أحيانا قد يعصي الله ثم يتوب طيب هل الله كتب المعصية نحن قلنا مرارا أيها الأحبة إن الله لا يصدر منه إلا الخير المعصية والشر من نفسك يجب أن تعتقد بهذا يعني أنا عندما أرتكب معصية هذا هو اختياري أنا ولكن ليس خارج إرادة إلا أنتبه هناك فرق أنا فعلت هذه المعصية بناء على اختياري أنا ولكن أنا لم أخالف مشيئة الله وقدرة الله في الكون ولكن الله عز وجل عندما أعطاني حرية الاختيار الأمانة أعطاني هذه الحرية هو يعلم أنني سأخطئ أو أصيب شيء طبيعي أنت أي إنسان في عمل معين تعطيه حرية اتخاذ القرار سيرتكب أخطاء لابد لا يوجد إنسان صحيح مئة بالمئة لابد بنوجود أخطاء حتى الكمبيوتر يخطئ حتى كل شيء فيه نسبة خطأ نسبة الارتياب أو الخطأ موجودة هذا قانون يعني يخص البشر ولا يخص الله انتبه معي أخي الحبيب الله هو الحق ولكن كل المخلوقات فيها نسبة خطأ أو احتمال خطأ أو ارتياب حتى في عالم الزرة هناك مبدأ اسم مبدأ الشك أو الارتياب موجود في عالم الزرة مهم الله يعلم أنك ستختار هذه المعصية ومستوى علمه هو بنسبة مئة بالمئة وبالتالي علم الله ليس احتمالات يعني هو يعلم مثل علمنا احتمالات لا هو يعلم علما يقينيا هذا العلم اليقيني مكتوب عند الله ولكن الله لا يرضاه لك ولا يرضى لعباده الكفر الله لا يرضى لعباده الكفر ولكن عندما علم بنسبة مئة بالمئة أنك ستفشل في هذا الامتحان هذا الأمر مكتوب نحن نقول إنه مكتوب لماذا يعني أستاذ في مدرسة يعلم أن هذا الطالب سيفشل في هذا الاختبار عندما يكون علم هذا الأستاذ يقينيا يكون علمه يقينيا يستطيع أن يكتب النتيجة مسبقا لاحظت ولكن الأستاذ ليس له علاقة ليس هو من أفشل هذا التلميذ التلميذ لم يدرس فالأستاذ بعلمه يعلم أنه لم يدرس هو تايل ينجح وهكذا يعني هذه أمثلة طبعا يعني أنا أجدها بسيطة جدا في حق الله الله يعني علمه أوسع بكثير نحن علمنا محدود لذلك أيها الأحبة هذا اللقاء أنا أحببت أن أخصصه ليزيدك إيمانا أخي الحبيب لتدرك أن كل حركة في حياتك فيها حكمة حتى المعصية أحيانا يكون منها حكمة سبحان الله يعني الله عز وجل عندما يعلم فيك خيرا يعلم أن قلبك معلق به سبحانه وتعالى ويعلم أنك تحب الخير للناس ويعلم أنك متواضع ولا تحب المعصية ولكن الشيطان أغوى كما أغوى سيدنا آدم وعصى آدم ربه فغوى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فناسيا ولم نجد له عزمة أغواك الشيطان وبالتالي ارتكبت هذه المعصية طيب ولكن هنا الله عز وجل يعينك على التوبة لأن قلبك معلق به سبحانه وتعالى فيلهمك أسباب التوبة كما ألهمها لآدم عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه علمه كيف يستغفر الله وكيف يتوب إليه فتاب عليه فكذلك فكذلك الله يتوب عليك انظر هنا إلى فائدة المعصية لو أردنا أن نتحدث بلغة الأرقام لنفرض أن هذه المعصية أخذت عليها ألف سيئة ألف سيئة بمجرد أن تبت وقبل الله توبتك أبدلك الله هذه السيئات مكانها حسنت ماذا قال تعالى إلا تحدث عن القتل والزنا وكذا والإشراك بالله وليه ذو بالله ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ماذا يبدل الله سيئاتهم حسنت وكان الله غفورا رحمة انظر إلى رحمة الله ترتكب معصية وبالنتيجة تأخذ عليها حسنت ما هذا العفو ما هذه المغفرة ما هذه الرحمة رحمة لا حدود لها لذلك أنا أريدك أخي الحبيب أن تفكر بهذه الطريقة سترتاح في حياتك صدقني كل ما يحدث معك قل هو بأمر الله سلم أمرك لله تسليما كاملا توكل على الله حق التوكل اعتقد يقينا أنه لا يضرك ولا ينفعك إلا الله ولا يأتيك خير إلا ما قدره الله لك ولا يصيبك شر أو ضر إلا ما كتب الله عليك ولا يتحرك مخلوق في الكون إلا بأمر الله ولا تموت نفس إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلة كتاب مفصل مؤجل يعني كتاب مكتوب ومؤجل فيه أجلك وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين فإذا أنت هنا يجب أن تضع هذه الاعتبارات في رأسك ستتغير حياتك بالكامل هذا ما حدث معي أنا قبل سنوات طويلة كنت دائما أفكر وكان هناك الكثير من الهموم اليومية مثلي مثل أي إنسان فشل نجاح هموم إلى آخره ولكن عندما تدبرت القرآن وتدبرت هذه الآيات وأيقنت أن كل شيء مقدر ومكتوب والقضية محسومة وأن الله يحبني ويريد لي الخير وإلا ما خلقني وأنه يدعوني للجنة يدعوكم ليغفر لكم هذا الإله العظيم قريب مني يسمع ندائي إني معكما أسمع وأرى يتجاوز عن أخطائي إذا دعوت دعاء وتأخرت الإجابة أعلم أن الله يحبني أخر للإجابة ليصرف عني شرا بقدر هذا الدعاء أو هذا السؤال أو ليصرف عني موقفا سيئ من مواقف يوم القيامة وهو الأهم إذا مرضت وطال المرض أعلم أن الله يحبني لأن الله إذا أحب عبدا ابتلى إذا ظلمت أو أذيت أو تعرضت لضغط نفسي شديد أعلم أن الله يريد أن يرفع منزلتي عنده إلى درجة عالية لا أبلغها بعمل فيبتليني بما أكره هذا ما أخبرني به النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عندما غيرت نظرتي للحياة أصبحت نظرتي هكذا أصبحت أولا أصبح لدي وقت فراغ أشعر بمتعة الوقت بمتعة الحياة برحمة الله الهموم تضائلت جدا المشاكل قلت كثيرا وأصبحت الحياة هادئة إذن أنت عندما تغير نظرتك لهذه الحياة أنت المستفيد فقط تغير النظرة أنا يعني حقيقة أحزن على كثير من الأشخاص الذين تمسكوا بالدنيا ويلهث وراء المال ويخاف أن تضيع منه هذا الرزق يضيع منه أو تضيع منه هذه الصفقة أو أن يأتي أحد يأخذ رزقه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بل يقسم والذي نفسي بيدي لن تموت نفس انظر نبي يقسم عليه الصلاة والسلام القضية خطيرة لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ولو فر أحدكم يعني هرب من رزقه لو أن الرزق هنا وهربت منه لأدركه كما يدركه أجله هل تهرب من الموت حتى لو هربت من الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم الرزق ستأخذ لن تموت إلا حتى تستوفي رزقك كاملا هذا الحديث يريح القلب ويريح النفس ويجعلك زاهدا بما عند الناس فيحبك الناس وعندما تعتقد أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا فإنك تزهد في هذه الدنيا فيحبك الله وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في الآخرة يحبك الناس نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إن شاء الله في لقاء قادم نتابع هذه السلسلة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا